السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور محمد رمضان مدرس مادة الكيمياء حبايب الغالين طلاب الصف الاول السنوي نرد ان شاء الله كده تالت فيديو للمراجعة مراجعات ليلة الامتحان ان شاء الله هنحل اسئلة على الباب الاول طيب ان شاء الله كل سؤال كده هنطلع منه فكرة والافكار دي هتسجلها وهتدونها ورايا وان شاء الله الافكار هتبقى متاحة معاك في الامتحان وكل الافكار هتجيلك في الامتحان ان شاء الله مش تخرج عن الفيديو ده خاصة الاسئلة بتاعة الباب الاول طيب بسم الله توكلنا على الله اول حاجة يتركب الكروموسيوم كيميائيا من بروتين وحمض نووي فالعلم الذي يفسر ذلك هو علم الكيمياء نقط طيب طالما الراجل بيتكلم عن تركيب الخلية كلنا عارفين ان الكروموسيومات او البروتينات والاحمض النووية دي حاجة من مكونات الخلية وبالتالي العلم اللي هتدرس الموضوع ده هو علم الكيمياء الحيوية فالاجابة تبقى رقم دي طيب صور رقم اتنين يحتوي هموجلوبين الدم على ايونات الحديد وعند اذابة كمية من كبريتات الحديديك تم اضافة كمية من المحلول لكمية قليلة من الشاي وفي انبوبة اختبار يتكون راصب تمام كده الحديد ترسل وعند اضافة القليل من عصير اللمون تنساش ان عصير اللمون ده يعني فيتامين زي من الراصب المتكون فان الراصب يزوب صح؟ انا كده كده عارف ان انا لو شربت شاي بعد الوجبة مباشرة الحديد بيترسل انما لو انا عايز الحديد يمتص في الجسم فانا بحط فيتامين زي طيب هو تقريبا بيتكلم عن الفكرة دي يفضل شرب الشاي بعد الاكل مباشرة غلط يفضل شرب الشاي مع الاكل غلط شرب الشاي بعد الاكل وبه كترات لمون طبعا يمنع ترسيب هموجلوبين الدم طبعا كلنا عارفين ان الهموجلوبين ده هو المسبب لالانيميا نقصه بيسبب انيميا طيب تستخدم المحاولات الحفزية وتوضع في شكمانات السائرات تمام لتخلص من اكاسيد النيتروجين هنا بيتكلم عن تلوس البيئة يعد ما سبق من مجالات اكيد الكيمياء البيئية طالما بيتكلم عن ملوسات البيئة ازاي بيحل المشكلة يبقى الكلام ده في علم الكيمياء البيئية جسم صلب غير منتظم الشكل وضع في مخبار مدرج المخبار في 100 سنتيمتر مكعب من المياه يعني ده حجم المياه الموجود فاصبح الحجم الكل 160 تمام مجدار الزيادة هو حجم الجسم فالجسم هنا حجمه 60 وعند وضع نفس الجسم بس مع مداليا في مخبار تاني مخبار التاني كان في 200 سنتيمتر مكعب من المياه بقى الحجم 30 والتولي يبقى كده الجسم والمداليا حجمهم 100 تب الجسم الواحده 61 يبقى المداليا اكيد 40 يبقى اختار الجابة رقم ده كل مما يأتي من اوجه التشابه ما بين المخبار المدرج والسحاحة في ما عدا طيب اكيد مصر الاثنين مش بيستخدموا في قياس حجوم الاجسام الصلبة اللي بيستخدم في قياس حجم الجسم الصلبة هو المخبار المدرج فقط نما السحاحة ما بتقومش بالدور ده رتب المحليل الاتية حسب القلوية طيب ماشي علما بأن المحلول دي البي اتش له بتساوي سبعة طيب ماشي كلنا عارفين ان اعلى من السبعة يبقى انت بتتكلم على محلول قلوي وكل ما بنقترب من الاربعتاشر فانت بتتكلم على قلوي قوي فمن الواضح ان اقوى قلوي هو اعلى بي اتش اللي هو سي ثم الاقل منه شوية ايه ثم الاقل دي ثم الاقل بيه لان ما تنساش ان القلوية اللي هي يا جماعة تركيز الو اتش السالب علاقة طبعا ترضية مع البي اتش فكل ما البي اتش بتزيد القلوية بتزيد وبالتالي هاختار الاجابة رقم جيه طبعا كل سؤال بفكرة بتدون افكارك معايا بحيث ان الافكار دي اللي هتركز عليها ان شاء الله في الفترة اللي هي قبل الامتحان بيوم طيب الافكار دي حضرتك ما بتحفظش السؤال انت بتفهم الفكرة وبتوضح الفكرة لنفسك وبتستعد ان انت الفكرة دي ازاي هتستخدمها في التطبيق لو جالي سؤال على الجزئية دي ايا من الادوات الاتاية هي الافضل في تحضير محلول تمام والمحلول ده هيستخدم في عملية المعايرة او المحلول هيستخدم لتعيين تركيز محلول اخر طيب تعيين تركيز محلول يعني معايرة المحلول المستخدم في المعايرة بنقول عليه محلول قياسي لانه محلول معلوم التركيز الأداة اللي بتستخدم في تحضير المحليل القياسية هو الدور القياسي أو الدور العياري وخلي بالك دي ملحوظة مهمة كل ملحوظة هقولها مهمة يعني أنا منطقية عدد من الأسئلة كده مهمة جداً هتركز عليها يساهم علم الكيميا في علاج أكيد علاج المشكلات زي التغيرات المناخية نقص مصادر الطاقة نقص المية أكيد جميع ما ذكر يظهر الذهب باللون الأصفر في الحجم إيه طيب طول ما الذهب مش على مقياس النانو فهو لونه أصفر يعني سواء على المقياس المكرو المرئي أو المقياس المايكرو إنما أول ما الذهب بيبقى على مقياس النانو بيبدأ لونه بيتغير يلزم في أحد التجارب العملية 15 ملي من سائل يعني أنا عايز أعين 15 ملي لتر من سائل حجم يعني طيب عايز جهاز يقسلي الموضوع ده أكيد الدرق لأ طيب هل هو مخبار ساعة ومية تدريج واحد من عشرة ببقى بقى صعب جدا هنا التدريج مش مناسب تماما لأ أنا ممكن أستخدم الدرق المدرج بساعة 30 ملي وتدريج واحد من واحد ملي لتر بس الدرق هنا مفروض يقول لي مخبار مدرج يعني لو هنا مخبار مدرج هنا بس في تعديلة كده بسيطة فنختار الإجابة رقم ده إحنا بدأ ما كلمة درق مدرج هنخليها مخبار مدرج تمام كده سؤال رقم 11 الشكل النقط يمثل العلاقة ما بين مساحة السطح وحجم الدقائر طيب لازم حضاكتو بعارف أن أنا لما بجزق المادة يعني بقلل الحج يعني الحجم هنا بالنسبة لي بيقل يعني كل ما بقلل الحج مساحة السطح بتزيد يبقى حاجة بتقل وحاجة بتزيد يبقى العلاقة علاقة مين عكسية يعني كل ما حجم الدقائق بيقل مساحة السطح بتزيد فالعلاقة يا باش هنا علاقة مين عكسية طيب يمكن استخدام الشكل المقابل في التعرف على مين طبعا دي أنابيب الكربون النانوية طبعا أنابيب الكربون النانوية حساسة لجزيئات من البروتين يبقى يمكن استخدامها في التعرف على البروتين طيب مادة تستخدم في مجال الاتصالات تكون أبعادها نقاط المواد اللي بتستخدم في أجلسة الاتصالات اللي هي الأسلاك النانوية والأسلاك النانوية دي مادة أحدية البعد النانوي فأنا عايز من الاختيارات أدور على مادة أحدية البعد النانوي طيب أحد البعد النانوي الإجابة هتبقى رقم ألف أيا مما يأتي لا يمثل علم الكيمياء الحيوية عايز حاجة لا تنطبق على الكيمياء الحيوية طيب لفت نظري ضخ الدم أو الضخ بتاع القلب للدم باتجاه الجاذبية أول ما بلاقي كلمة جاذبية فأنا بعرف هنا أن هنا ده تكامل ما بين الكيمياء والفيزياء لأن الفيزياء هي اللي بتدرس لي ظاهرة الجاذبية نما التخمر داخل الفكهة الهضم الأحماضي الأمنية كل ده خاص بالكيمياء الحيوية نما رقم ده مش كيمياء حيوية كانت الأفضل يقول كيمياء وفيزياء مش سؤال بعده سؤال رقم 15 في بعض البلدان لا توجد أنهار أو مصادر للمياه تجرى عملية التقطير ماشي واضح هنا أن الرجل بيحل مشكلة نقص المياه والعلم اللي بيحل المشكلات اللي موجودة في البيئة هو علم الكيمياء طبعا بيدرس المشكلة وبيحاول أنه هو يوجد لها حل مناسب أي من أدوات القياس الأتية ملوش وحدة قياس طيب طبعا اللي ما بيبقاش الكراءة بتاعته ليها وحدة قياس هو جهاز البي اتش لأن البي اتش هي قيمة رقم بس ملوش وحدة قياس قطر أحد الجسيمات يساوي نصف ملي متر ويكون قطر الجسيم على مقياس النانو يعني بالبلد أنت عايز نحول من الملي إلى النانو طيب الرقم اللي أنا عايز أحوله يلا قالتك الحزبة معي 15 يبقى الرقم اللي أنا عايز أحوله 15 فيه هحول من الملي يبقى أنا هضرب في 10 أس سالب 3 عايز أحوله إلى النانو فأنا هقسم على 10 أس سالب 9 لأن طريقة التحويل إن أنا الرقم اللي أنا عايز أحوله بضرب في المحول منه وبأسم على المحول إليه فطلع معي طبعا الإجابة هتبقى رقم به 5 في 10 أس 5 أي الخصائص الآتية لا ينطبق على هذه المعادن على مقياس النانو طيب يعني أنا معايا معدن وصل لمقياس النانو هل الدهب بيبقى لونه أحمر؟ آه طبعا طب هل الكربون على مقياس النانو توصيله أعلى؟ طبعا طب هل يمتاز بسهولة التشكل؟ طبعا لأن المرونة بتاعته بتزيد على مقياس النانو نمع صعوبة التشكل لابا هو على مقياس النانو بيبقى فيه سهولة في التشكل وليس صعوبة لأن المرونة هنا خاصية فيزيائية من الخواص اللي بتتغير لما المادة بتصل إلى مقياس النانو سؤال رقم 19 يملغ كتر حبة الرمل حوالي نقط مش طبعا كتر حبة الرمل هو 10 قصة 6 نانو متر قلتلو طيب يبقى ده كده مستبعد وده كده مستبعد ده 10 أس سالب 6 خلي بقى طيب أنا هحول ده إلى النانو وحول ده إلى النانو واللي طلع معي 10 أس ساتة ده اللي أنا أختاره طب تعال نشوف ده لما نجي نحوله عايز أحول 1 من الملي يعني هضرب في 10 أس سالب 3 وعايز أحول إلى النانو فأنا هقسم معي 10 أس سالب 9 طلع معي فعلا 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 طلع معي ده 10 قصة 6 نانومتر وبالتالي انا اختار اللي جابه رقم دا للحصول على 10 كرات بوكي طبعا كرة البوكي سي 60 الكرة الوحدة 60 زرة او 30 زوج طيب 10 كور يعني 600 زرة انما 300 زوج طبعا فلجا بقته بقى جيد 300 زوج ما كلمة زوج هنا يعني الرقم مضروف في 2 تحدث العاصفة بسبب حدوث اختلاف قلتوا تمام العاصفة دي كده اللي فهمتوا من السؤال ان هي ظاهرة من الظواهر والعلم اللي بيدرس الظواهر الطبعية اكيد علم الفازي اسمه علم الطبيعة بيدرس الظواهر الطبعية يتحت حمض السلسلك مع الكحول الميسيلي لتكوين زيت المروح الذي يستخدم كدهان يبقى واضح ان راجلنا بيتكلم عن دوت بيتكلم عن عقار وطالما الراجل بيتكلم عن دوت يبقى كيميا وسيدلة قلتوا تمام ماشي جسم صلب كسفته واحد واثنين من عشر جرام لكل سنتيمتر مكعب وضعه في مخبار المخبار فيه عشرين سنتيمتر مكعب من المية ده حجم المية اللي موجود في المخبار ولما الجسم ده تحط اكيد سطح المية هارتفع فعلا ارتفع لاثنين وعشرين طيب مقدار الزيادة هو حجم الجسم يبقى انا كده معي الكسافة ومعي الحجم الراجل طالب منك الكتلة طبعا الكتلة بتساوي الكسافة في الحجم الحجم بالنسبة لي اتنين لان هو المية كانت عشرين ارتفعت الى اتنين وعشرين فمقدار الارتفاع ده اللي هو حجم الجسم الصلب طبعا الاجابة هتبقى اتنين من واربعة من عشر تمام اربعة وعشرين واحد مولر من ال HCL بالراجل الداني تركيز الحمد عنده تفاعله مع نص مولر من القاعدة حجمها خمستوشر طيب بص القاعدة معايا تركيزه حجم يبقى القاعدة هنا هو المادة اللي موجودة تقريبا في الدورة ليه لان المادة اللي موجودة في الدورة بيبقى معلوم تركيزها ومعلوم حجمها تمام كده طيب والراجل حط عباد الشمس طيب الراجل هنا بيقول لك بقى هل انا محتاجي ان انا استخدم سحاحة ومصة قلت له طيب بص هونت مينفعش استخدم مصة للتنين المصة دي بتنقل بس بتنقل المادة اللي هي انت هتعملها معايرة المادة اللي موجودة في الدورة طيب واكيد مش هستخدم سحاحة للتنين طيب انا بستخدم سحاحة للمادة اللي هي مجهولة الحجم لأن السحاحة بتعين حجمة فأنا بالنسبة لي الـ HCL معاه تركيزه بس مش معاه حجمه يبقى الـ HCL ده اللي هيبقى موجود فين في السحاحة بينما الـ K و H ده ده اللي بقى هيتنقل بالمصة يبقى اللي موجود في السحاحة مش القعدة خلاص اللي موجود في السحاحة المادة اللي أنا عايز أعين حجمها وهو الحمض 25 يعرف العلم المهتم باستهداف الخلايا المريضة ماشي علم استهداف الخلايا المريضة طيب وده طبعا باستخدام كرة البوكي فأكيد بقى ده يبقى اسمه علم الطب النانوي علم الطب مين يا جماعة؟ النانوي طيب يمكن علاج شخص أصيبة بانسدار في الشرايين زي الراجل هنا عنده مشكلة في الشرايين بتاعته فراجل عنده هنا زي تغلط في الدم فأنا محتاج أكيد الروبوت النانوي لأن الروبوت النانوي بيستخدم في إزالة الغلطات ماشي 27 تم قياس البي اتش لدم شخصيا طيب واضح أن دي القيمة المرجعية للشخص الأول يعني لو البي اتش في القيمة دي فهنا الموضوع متعادل دنيا معه تمام طيب لو طلعت البي اتش أقل من الرقم الصغير ده يبقى الدم فيه نسبة عالية من الحموضة طيب لو طلعت أكبر يبقى قاعدي طيب واضح أن القيمة هنا قليلة يبقى الشخص الأول ده يعاني من حموضية في الدم يبقى الشخص الأول يعاني من حموضية طيب الشخص الثاني القيمة بتاعته في الرنج المزبوط تمام يبقى الراجل ده ما عنده مشكلة يبقى مشكلة عند الشخص الأول طيب كلاهما يعاني من الحمودة غلط طيب هل التاني يعاني من القلوية غلط التاني الدنيا عنده تمام والدم متعادل هل الأول طبيعي غلط غلط الأول مش طبيعي يبقى نختار جماعة الإيجابة رقم 1 الأول عنده حمودة والتاني طبيعي طيب أي من القياسات الأتية تساوي ربع نانو متر طيب أنت هتمسك كل اختيار وحدك هتحوله للنانو والاختيار اللي يطلع معك ربع نانو متر هو ده اللي بيكافئ الرقم اللي موجود عندي في الاختيار طيب تعال كده نجرب به مثلا فأنت عندك هنا هتحول من المايكرو للنانو فأنت هتضرب في 10 قص سالب 6 وهتقسم على 10 قص سالب 9 هذه صفر علامة 3 شفار 2 5 في 10 قص سالب 6 هقسم على 10 قص سالب 9 أكيد طبعا أنت معاك قلة حسبة وبالتامع معايا فعلا هيطلع معايا الرقم ده ربع نانو يبقى احنا الاتنين بنساوبها 29 تعرضت أحد الأسر إلى حالة تسمم في أحد المطاعد أكيد هنا في مشكلة في الأكل ولازم نعمل تحليل لعينة من الأكل يعني مثلا ممكن هم كانوا بيأكلوا في محل بيعمل لحوم فاحنا محتاجين نشوف اللحوم هل مطابقة للمواصفات ولا لا فاحنا نعمل قياس فالراجل بيقول لك العلم اللي بيهتم بدراسة الموضوع ده أكيد أكيد الكيميا التحليلية لأن الكيميا التحليلية ده هو العلم اللي بيحصل فيه عملية معرفة مكونات العينة وتقدير نسبة كل مكون من المكونات ومقارنته بالمعايير العالمية للصحة والسلامة أي من الاختيارات الآتية تعبر عن الأدوات اللي لازم استخدامها للقياس التغير في درجة الحرارة طيب تغير في درجة الحرارة أنا محتاج ترمومتر هنا فيش ترمومتر أصلا طيب وهنا هتعمل زوابان فأنت محتاج حاجة تعمل فيها الزوابان فأنا في ألف ما عنديش حاجة عمل فيها زوابان ولا في جيم حاجة عمل فيها زوابان إنما هنا معايا مخبار مدرج أو كهاز زجاجي يعمل زوابان معايا ترمومتر يقص درجة حرارة معايا ميزان حساسي يعين الكتلة فأنا أختار الإجابة رقم بها أي من الاختيارات الآتية بيعبر عن حجم نانوي حرج طبعا الحجم النانوي الحرج معاك من واحد لحد مئة نانو متر أقل من الواحد ما ينفعش وأكبر من المية ما ينفعش يبقى أنا أختار الإجابة رقم عليها عند اختلاط الأجنة في مشكلة نلجأ لعلم نقاط طيب أنت طبعا بتعمل هنا في الحلقة دي بقى هتعمل تاخد عينة وتعمل تحليل مشهور طبعا هتاخد عينة وتعمل تحليل يبقى أنت هناك كمية تحليلية ترتبط زرات الكربون في الأنابيب النانوية في حلقات طبعا زرات الكربون في الأنابيب حلقة سوداسية طورت هندسة مقياس النانو كل مما يلي عدى طبعا مقياس النانو أو الهندسة طورت أجهزة البصريات لأنه هو بيأثر على الشفافية الموصلات طبعا بيعمل أسلات نانوية إنما أكيد ما طورتش الزكاء البشري الشكل المقابل يوضح الصلابة تمام ماشي والراجل بقى بيقول لك ايه انا عايز اللي مساحته الكلية قدر طيب كلنا عارفين يا جماعة أن لما يحصل تجزئة بتزداد مساحة السطح والتزداد الصلابة يعني كل ما مساحة السطح بتزيد الصلابة بتزيد يبقى العلاقة ما بين مساحة السطح والصلابة علاقة ترضية وبما أن ايه هو الأعلى في درجة الصلابة فأنا بالنسبة لي الأعلى في مساحة السطح هيكون ايه ستة وتلاتين الراجل تقريبا بيتكلم عن إنزيم والإنزيم هو المسؤول عن هضم البروتين فهو بيتكلم عن طبيعة عمل الإنزيم طبيعة العمل بتاعة الأنزيمات يبقى كيميا وطب الأداة التي تستخدم لنقل كمية بسيطة من حمد مركز قلت له طيب بص هو أكيد المخبار المدرب مش هينقل ولا الدرق العياري هينقل طيب هل هي مصة عادية ولا مصة مزودة بأداة شفط طيب بص طالما أحمد مركزة يفضل تتعامل بالمصة المزودة بأداة شفط علشان الأحمد المركزة بتبقى الدنيا معها صعبة شوية يعني بيبقى على درجة عالية شوية من الخطوة عند تقسيم مكعب الماء إلى مكعبات أزمر أي الأشكال التالية بيعبر عن العلاقة ما بين مساحة السطح إلى الحجم طبعا مساحة السطح إلى الحجم دي بتزداد وعدد المكعبات طب عدد المكعبات برضو بيزداد حاجة بتزداد وحاجة بتزداد أكيد العلاقة هتبقى ترضية فنختار الإجابة رقم بها تسعة وتلاتين مخبار مدرج يحتوي على سائل السائل حجمه خمسين ملي حطينا فيه كذا كرة قد بعض في الحجم متمثلة حجم الكرة الواحدة خمسة وطبعا كده كده الملي يا جماعة بيكافئ السنتيمتر تكعيد فأصبح الحجم الكل جوه المخبار خمسة وسبعين ثانية هو الحجم كان خمسين بقى خمسة وسبعين يعني زاد بمقدار خمسة وعشرين والكرة الواحدة خمسة سنتيمتر مكعب لو أسمت الخمسة وعشرين على الخمسة يبقى أنت يا باشا هنا عدد الكرات هيبقى خمس كور طيب سؤال رقم أربعي الأنسولين هو هرمون يتم إنتاجه في البنكرياس والهرمون ده بينظم مستوى سكر يعني الراجل هنا بيتكلم عن طبيعة عمل هرمون ماشي وبيتكلم عن تركيبه خلاص يبقى بيتكلم هنا يبقى كاميا وطب تلعب درجة الحموضة بتاعة البشرة دور مهمة في حياتها مش تتروح درجة الحموضة البشرة العادية الطبيعية من أربعة وسبعة من عشرة إلى خمسة وخمسة وسبعين من مية الراجل بقى بيقولك لو كانت البيتش البشرة تقريبا كده البشرة قاعدية لأنها معدية الرنج بتاع الطبيعي ده الرنج الطبيعي طيب عايز أعمل علاج أكيد العلاج مش أحط مادة قاعدية محتاج مادة تبقى حموضية يعني أنا أحط مادة أقل أو مادة البيتش بتاعتها أقل من أربعة بحيث يحصل تعادل مش اتنين واربعين الراجل بيقولك اليورانيوم موجود في الكشرة الأرضية بمقدار أربعة جرام لكل طن طيب بص يا جدعين هو الطن ده عشرة قس ستة جرام يبقى العشرة قس ستة جرام فيهم أربعة فيهم أربعة جرام ماشي؟ أنا بقى بسألك على كتلة اليورانيوم الموجودة في خمستاشر ميلي جرام تلو استنى خمستاشر ميلي جرام ده أنا لازم هنا أحولها للجرام يعني هتبقى خمستاشر في عشرة أستسالي بتلاتة أنا لازم أثبت وحدات القياس في كل طرف هنا بقى هيطلع كام جرام خضرب طرفين طبعا في وسطين يبقى أنا كده بجيب كتلة اليورانيوم في الكتلة دي من الكشرة الأرضية بدلالة كتلة اليورانيوم في الطن من الكشرة الأرضية هو الليل يلا يا جماعة قالتك الحسبة كده أربعة في خمستاشر في عشرة أس سالب تلاتة وهنقسم على الطن اللي هو عشرة والستة طيب طلع معي ستين في عشرة أس سالب تسعة لو أنا شلت العشرة أس سالب تسعة دي بحط مكانها نانو يعني طلع معي ستين نانو جرام أدي ستين في عشرة أس سالب تسعة جرام خلاص كده ماشي الحجم النانوي مهم في حياتنا طبعا المادة على مقياس النانو بيظهر له خواص جديدة لم تظهر من قبل يبقى ده هنا سبب الأهمية تستخدم الأداء اللي أمامك طبعا ده الدرق العياري والدرق العياري ده يستخدم في تعيين المحليل معلومة التركيز يعني بص أكيد هيحضر محلول تركيزه معلوم بنقول عليه محلول قياسي 45 يستخدم النانو جليسرين بكميات صغيرة جدا لمكافحة ألقافات ماشي يعني واضح أن النانو جليسرين ده زي مبيت حشري كده فالراجل بقى بيقولك ده تطبيق لأنه في مجال أكيد مجال الزراعة أكيد مجال الزراعة طريق جاب رقم ألف سؤال اللي بعده 46 عالم فرتز هابر اتكر طريقة لتحضير النشادر تمام وبدأ أن هو يعمل التجربة دي تحت ضغط وحرارة وعمل حفاظ تمام أول ما لقيت أن تفاعل غاز وفيه تأثير للضغط ودرجة الحرارة أكيد مش كاميا حيوية ولا تحليلية ماشي؟ ولا كاميا بيقية ده كاميا فيزيائية يبقى أول ما حدك تلاقي غازات وفيه تأثير للضغط والحرارة عليهم يبقى ده كاميا فيزيائية 47 طيب عندي مكعب كان طول ضلعه واحد سنتي تمام قسمنا المكعبات أصغر وطول الضلع كان ربع ماشي دي التجربة اللي عندك في الباب الأول بتاعت تجزئة المكعب ماشي الراجل بقولك أنا عايز النسبة ما بين المساحة الكلية الحج طيب أنا فاكر أن كانت النسبة 6 إلى 1 دي لو كان طول الضلع سنتي نعم هنا طول الضلع ربع سنتي والنسبة 12 إلى 1 لو كان طول الضلع نص سنتي بس هنا مش نص سنتي هنا ربع فأكيد الإجابة هتبقى جيم لأن الربع سنتي بالنسبة لي لما أجيب بقى مساحة السطح وأقسمها على الحجم الكل طبعا قانون مساحة السطحة عندك والحجم الكل عندك وهسيبه لك أن أنت تراجعه علشان ده مهم ولو جي في الامتحان ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها من الجزء ده مهم فعايز حداك تراجع عليه تاني كان عندك المثال ده والراجل مطبق 3 مرات مرة أشتغل على طول الضلع 1 سنتي ومرة أشتغل على نص ومرة أشتغل على التلت هنا أشتغل على ربع وكان طبعا التلت 18 على 1 خلاص كده ماشي وطبعا مش محتاج أن أقولك كل ما التجزئة بتزيد مساحة السطح بتزيد أو النسبة بتزيد هنا لو كان واحد سنتيمتر هنا لو نص سنتيمتر هنا لو كان تلت طبعا ده ربع يبقى كل ما بتجزئ النسبة بتزيد ماشي اكتشف العالم دي براولي خصائص موجية للحركة تمام حركة يندرج ذلك تحت مسمية أكيد مش حيوية ولا حرارية ولا نانو أكيد ده كيميا فيزيائية طيب ليه كيميا فيزيائية؟ لأن علم الفيزياء هو العلم اللي بيدرسلي بقى المادة من حيث طاقتها وحركتها وسرعتها وجاذبية الأرضية والعوامل وهكذا ماشي يمكن الحصول على طاقة عالية بأقل التكاليف باستخدام أكيد خلية الوقود الهايدروجيني خلية الوقود الهايدروجيني مشي الأبعاد الاتية قد تمثل مادة تمتاز بنقطة مشي هو الأبعاد الاتية حضرتك الأول لازم تحول الأبعاد إلى النانو متر طيب فالسؤال ده هنا فيه غلطة يعني فيه حاجة نقصة كده لأنه مفروض يبقى عندي ثلاث أبعاد طيب سيبك من السؤال وهنتكلم بشكل عام طيب المادة اللي ليه قدرة عالية على التوصيل دي مادة سلسية البعد النانوي فلو كانت عندك مادة سلسية البعد النانوي كنت اخترق لي طيب صلابة وخفة الوزن دي أنابيب الكربون مادة سنائية البعد النانوي ورقم ده المادة بترتبط بالبروتين برضو مادة سنائية البعد النانوي أنابيب الكربون طيب صناعة الدهنات اللي مقاومة للصدى صناعة الدهنات صناعة الطلاقات أي حاجة مقاومة للصدى دي اللي هي اسمها الأخشية الرقيقة ودي طبعا زي سكيرينات الموبايل كده بتبقى مقاومة للصدى والتأكل ودي بتبقى مادة أحدية البعد النانوي خلاص يبقى لو أنت عندك ثلاث أبعاد حولتهم على مقياس النانو لقيت الثلاث أبعاد على مقياس النانو هختار ألف طب لو لقيت بعدين على مقياس النانو بعد مش على مقياس النانو هختار به طب لو لقيت بعد واحد بس على مقياس النانو النانو هختار جيل فالسؤال هنا بس فيه غلطة فهنتعامل معاه كفكرة وهنذكره كفكرة طيب وجود حمض الكربونيك في الدم وايون البيكربونات يعتبر محلول بينظم او بيحافظ على قيمة البي اتش طيب العبارة السابقة هو تكامل بين ايه مش هو مش كيميا وفيزيلا وطالما ما فيش مرض فيش مرض فيش علاج يبقى ما فيش طبيعة مسلا عمل هرمون طبعا ده مش كيميا ومستقبل فغالبا ده يبقى كيميا واخياء لانه بيتكلم عن البي اتش اللي جوه الدم وبالتالي يبقى ده كيميا واخياء ماشي اذا كانت نسبة سكر الجلوكوز في دم الانسان سبعين ميلي جرام لكل دي سي لتر فانها تساوي ايه بالميلي جرام للدي سي حلو بس انا هنا لأ ميلي جرام للليتر لأ انشيل الدي سي من هنا ماشي طيب ممتاز جدا جماعة واخي ب belongings ان الميلي جرام اللي في البسط هو هو الميلي جرام اللي في البسط يبقى انا ولا اكني شايف الميلي جرام باشا انا진 حول من الدي سي الى اللتر بس خلي بالاك بقى من الملحوظة دي لو انت هتحول حاجات في المقام فانت بتعكس اللي انت متعود علي يعني انا متعود لو هحاول من الديسي الى اللتر انا بضرب في عشرة قص سلب واحد هعكس بقى لانا لسه ايله طرام انا بحاول ناس في المقام يبنى هضرب في عشرة قص واحد يعني هضرب السبعين دي في عشرة هتبقى سبعمائل تلاتة وخمسين حدد اي الادوات الاتلية تستخدم لتحقيق الرسم الاتي طيب واضح ان انا كان معايا هنا كتلة مش موجودة تقريبا لما سخنت بدأ يبقى فيه راصب وجيت عند فترة معينة او عند درجة حرم معينة الراصب ده سبت طيب والراصب ده جماعة يعني ده كتلة صح طيب لو انا عايز اتتبع الزيادة في كتلته او السباك في الكتلة فانا محتاج ادابة وقس الكتلة صح فلازم الاختيارات يبقى فيها مزان حساس فتقريبا كده به ما فيهوش مزان حساس ولا جيم ولا دال الوحيد اللي فيه مزان حساس ده اللي انا اختاره يبقى انا اختار ايجابة رقم الف طيب يحترق البروبان المستخدم في غاز البتجاز حسب المعادلة راجل ما يديني معادلة احتراق وطلعت طاقة بص طاقة دي مفتاح الحل هل ده كيميا واخياء اكيد لا طيب هنا صيدلة برضو لا علوم مستقبل برضو لا لا ده كيميا وفيزيا مصطر لان علم الفيزيا ده اللي بيدرس طاقة المادة اي طاقة بقى للمادة طاقة منتصة طاقة منطلقة طاقة وضع طاقة حركة واحد كزا من مميزات انابيب الكربون النانوية جميع ما يلي في ما عادة طيب اكيد انابيب الكربون دي مش بتنقل جزائيات الدواء اللي بنقل جزائيات الدواء كرة البوكي هي قبة تتكون من كربون بس مش انابيب ده كرة ثلاثية الابعاد مجوفة لما الانبيب دي بتبقى ثنائية الابعاد طيب 6 ديسي لتر بتسوي كم نانو لتر ماشي يبقى انا هضرب الستة في المحول منه عشرة قس سالب واحد واقسم على المحول اليه 6 في عشرة قس سالب تسعة يلا جماعة كده واحدة واحدة على قلتك الحزبة 6 في عشرة قس سالب واحد على عشرة قس سالب تسعة هيطلع مع حضرتك الاجابة رقم الف 6 في عشرة قس تماما طيب في الشكل المقابل اي المواد الاتية اكثر ملاءمة للاستخدام في الخلايا الشمسية طيب انا محتاج ان انا استخدم في الخلايا الشمسية عنصر له قدرة عالية على التخزين والتحويل طيب والقدرة دي بتزيد والمادة على مقياس النانو خلاص يعني الخلايا النانوية خلايا الشمسية النانوية قدرتها اعلى على تخزين وتحويل الطاقة ونسبة اللي بيتصرب منها بتبقى نسبة قليلة طيب فانا محتاج حد حجمه النانوي يكون صغير يعني كل ما الحجم النانوي بيقل الخلايا النانوية بتزيد يبقى هاختار سي طبعا تطوير المبيدات اكيد 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 كمية الزراعة لاشو عندي اربع مواد والرجل مديني الابعاد بالمتر واحد بس بالنانو طيب ايا من المواد السابقة لا تظهر بها خلايا نانوية طيب بص يا سيدي طيب انت لو شلت العشرة قس تسعة يبقى ده واحد نانو متر المادة دي هيظهر لها خواص لو شلت العشرة قس سالب تسعة يبقى ده تمانين نانو متر المادة دي هيظهر لها خواص ودي اتناشر نانو طيب المادة دي يا جماعة هحولها من المتر الى النانو متر عن طريق ان انا هضرب في عشرة قس تسعة لان انا هحول من المتر هحول من الوحدة الكبيرة خلاص طبعا لما اضرب ده في عشرة قس تسعة مش هيطلع معايا حجم نانوي يبقى A و C و D بيظهر لها خواص بينما B مش على مقياس النانو يتلون الذهب على مقياس النانو باللون نقط طيب اكيد مش عادي من اللون يعني ولا اكيد يا سويت لا يبقى اخترج برقم به ينتج عن تصنيع المواد النانوية يعني لما يبقى فيه مواد نانوية هل بينتج مساواه لا ده بينتج عدم مساواه طبعا طيب هل بينتج عدالة اجتماعية ده بيبقى فيه عدم عدالة اجتماعية بيبقى فيه حجد كده ما بين الدول وما اللي بيبقى فيه تأثيرات طبعا ضرة او تأثيرات مضرة على الصحة الذي يقوم بتحديد النسب حلو لحدد النسب طبعا الكيمية التحليلية تحليل عملية تحليل يعني معرفة النسب والمكونات طيب عند تعيين كسافة جسم صلب لا يزوف الماء طيب انت عشان تعاني الكسافة محتاج تعين حاجتين قبل ما تعاني الكسافة كتلة وحجم اكيد الكتلة بالميزان والحجم بالمخبار المدرج فالاجابة تبقى به اربعة وستين طيب تستخدم المواد النانوية فيه نقط طيب هل تستخدم للتعرف على البكتيريا في الطب اكيد لا طبعا بكتيريا ده بقى في الزراعة لا بفروض تبقى في الطب طيب هل في الطاقة انتاج خلايا الوكودر هيدروجيني طبعا ترجمة تبقى جين خمسة وستين الجدول التالي يوضح نتائج تحاليل لأحد الأشخاص قبل تناول الوجبة قلت له تمام ماشي تعال نشوف فقى مثلا نسبة الهيموجلوبين مصبوطة والحمد البوليك وكذا طبعا الهيموجلوبين يعني أنيميا طيب واضح كده ان الراجل عنده مشكلة في الهيموجلوبين صح لأن هنا نتيجة التحليل واحد واثنين واربعين وهو هنا القيمة المرجعية من واحد وخمسة وثلاثين الى واحد وخمسة وستين لا ده الراجل ده الدنيا معاه تمام هيموجلوبينه تمام طيب بالنسبة لحمد البوليك واضح ان نسبة حمد البوليك نسبة معدية القيمة المرجعية الراجل عنده مشكلة هنا يوى الراجل عنده مشكلة في حمد البوليك صح؟ طيب طب مشكلته في حمد البوليك ان النسبة عنده عالية شوية تمام طب هنا مفيش حمد البوليك قبل ما كمل هستبعد هنا هستبعد الاختيار ده طيب وطبعا حمد البوليك بالنسبة لي لحد الوقت ظهر معايا في اختيار واحد بس هكمل تعال نشوف نسبة الكوليستيرول لا واضح ان نسبة الكوليستيرول نسبة طبعية فهاش مشكلة طيب السكر بتاع الدم لا واضح ان الراجل ده نسبة سكر عنده نسبة عالية يبقى الراجل ده عنده مشكلة في السكر وعنده مشكلة في حمض البوليك يبقى الراجل ده يعاني من ارتفاع في نسبة حمض البوليك ونسبة مين السكر سؤال رقم 66 معدد زرات الكربون التي ترتبط بها كل زرات الكربون في كرة البوكي سؤال مباشر طبعا ثلاثة طبعا تطلع الشاشات ماشي الغشاء الرقيق وراجل بيسألك نوع المادة الغشاء الرقيق يا جماعة سؤال مباشر جدا احدات البعد مين النانوي يستخدم مركب ثاني اوكسيدي تيتانيوم طبعا تي اي او تو ده اللي هو بتاع السان بلوك مستحضرات التجميل طبعا ده تطور في الصناعة طبعا تطور كلمة يبقى كيميا ونانو طبعا علوم المستقبل تمام كده بيخلق وبيصنع مواد جديدة بيبقى لها خواص جديدة طبعا طيب فيما يلي تلات عبارات الراجل هنا عايز حاجة بتعبر عن الكيميا طيب هل الكيميا بتتعرف على نسبة كل مكون صح صح يعني رقم واحد دي عبارة صح تمشي عالكيميا بانا استبعد بها طب هل يفسر علم الكيميا ازاي الكربون ولا هيدروجين بيرتبطوا اكيد صح اكيد طبعا يبقى رقم اتنين دي تنطبق استبعد الف طب هل يعمل على تطوير القياس لا باش القياس ده فيزياء يبقى رقم ثلاثة دي ما تنفعش معايا صح يبقى اللي ينطبق على الكيميا واحد واثنين بس سؤال رقم سبعين كم يبلغ نص كتر زرة اكس بوحدة المتر علما بقى ان طول الكتر نص متر لأ بص كده وده هيبقى نص نانو نانو متر ماشي طيب بدي انا مستر انت عايز نص كتر ومديني الكتر صح يبقى انا هقسم الرقم ده علتنين وبعد كده هحاول من النانو الى المتر طبعا من النانو الى المتر انا بضرب في عشرة قص سالب تسعة خلاص كده طيب ادي خمسة من عشرة على اتنين في عشرة قص سالب تسعة هيطلع معايا تقريبا كده اتنين وخمسة من عشرة في عشرة قص سالب عشرة طيب طبعا لو انا حركت العلامة يسارا القص بيزيد صح؟ يعني لو انا حركت العلامة ناحية الشمال هو طبعا اللي جابة طالع معاك كده بالقال حسب في عشرة قص سالب عشرة طيب لو حدا خليت العلامة كده خليت العلامة مشيتها يمين فانت هتقوم مقلل القص ده واحد كلمة قلل القص واحد ده يعني هخليه عشرة قص سالب حداشر خلاص ناما لو انت كنت حركت العلامة كده هتبقى خمسة وعشرين من مية فده كان يبقى عشرة قص سالب تسعة خلاص خلي بالك من فكرة تحريك العلامة لو حركت العلامة يسارا زود القص واحد لو حركت العلامة يمينا قلل القص واحد سؤال واحد وسبعين اي العبارات الاتية تنطبق على مادة نانوية لها قدرة فائقة على التوصيل تمام رجل كده تقريبا بتكلم على انابيب الكربون النانوية ماشي وانبيب الكربون النانوية مادة سنائية البعد النانوي ماشي شكلها مش كروية موجود على هيطة انابيب جميع ابعادها اقل من واحد نانو اكيد لأ طبعا طيب هل شكلها مسطح؟ لا مش مسطح خلاص يبقى يكون ابعادها خمسة نانو سبعين نانو خمسين ميلي او طبعا دي مادة جماعة سنائية البعد النانوي خلي بالك ده بعد نانوي ده بعد نانوي والخمسين ميلي ده مش بعد نانوي لو حداك جيت تحوله بص يلا خمسين في عشرة أس سالب تلاتة على عشرة أس سالب تسعة هيطلع معاك حاجة كبيرة جدا هيطلع معاك خمسة في عشرة أس سابع نانو ده مش بعد نانوي المادة الاقوى من الصلب والساتر الواقي اللي هو سطرة الواقية الواقي من الرصاص اكيد انابيب الكربون صلبة جدا وزيبة خمسة وعشرين جرام من مادة مجهولة دي كتلة في مخبار مدرج فارتفع المية بمقدار تلاتة من عشرة لتر معاك كتلة ومعاك حجم والراجل بيسألك عالكسافة بس لفت نظرة ركاة بسيطة خلي بالك ان الصنتيمتر مكعب لا يكافئ اللتر يا جماعة الصنتيمتر مكعب ده اللي هو بيسألك عليه بيكافئ الميلي لتر يعني انا الحجم ده مش هشتغل عليه كده الحجم ده انا هشتغل عليه تلاتة من عشرة في عشرة قس تلاتة لان انا هحول من اللتر الى الميلي خلاص لان الراجل شغال جرام لكل ميلي قلت له تمام ماشي يلا الكسافة هتساوي اكيد الكتلة على الحجم باشا الكتلة خمسة وعشرين الحجم بعد ما انا حولته تلاتة من عشرة في عشرة قس تلاتة طيب أدي 25 وأقسم على الرقم اللي عندي هيطلع معي 83 من ألف قيمة القس الهيدروجيني لحمض قوي طبعا الأحماض القوية اللي بيئتش بتاعتها تقترب من الصفر ما هي كراءة الأداة التي أمامك طيب هو واضح جدا أن واضح أن صفر التدريج من أعلى يعني أنت بتتكلم على سحاحة طيب هنا 27 و 28 صح؟ يبقى دا كده بالنسبة لي هنا 27 ونص طيب تحت 27 بالنسبة لك يعني أنت بتتكلم على 27 و 6 من 10 27 و 5 من 10 بس أكيد أنا ما وصلتش للـ 28 خلاص؟ وأنا عدت النص عدت النص يعني أنا أختار جاب رقم عليه وبكده نكون خلصنا حل 75 فكرة على الباب الأول ومن قبلهم برضو 75 فكرة على الباب الثاني وعلى الباب الثالث عدت كبير جدا من الأسئلة عدت كبير جدا من الأفكار كل اللي أنا طلبه من حضرتك بس أن أنت تبقى داخل الامتحان كل فكرة أنت فاهمها وتقدر تطبق عليها لو حدك دخلت الامتحان بحصيلة كبيرة من الأفكار تعرف تطبق عليها الموضوع بالنسبة لك يبقى سهل جدا 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 خلاص؟ دايما عود نفسك على تحصيل كم أكبر من الأفكار المذاكرة النظرية الكتير مش هتفيدك بشيء لما الحل الكتير هو اللي هيطلع مع حضرتك أخطاء كتير تستفيد منها وتتعلم منها ودايما الأخطاء الكتير يعني بتعلم كتير لأن الخبرات الكتير بتجيلك لما حضرك تحل وتجرب وتغلط كتير لما مذاكرة نظرية حضرتك هنا بتذاكر بس بتذاكر وبتبزي المجهود بس للأسف مش هيوصلك لللي أنت بتتمناه خلاص كده دايما عود نفسك على الحل الكتير أكيد هتغلط طبعا بس الشطر بتعلم من أخطاءه حبيب الغالين طلاب الصف الأول السنوي أتمنى لكم التوفيق في الامتحان وإن شاء الله ألقاكم على خير في الترمي التاني وإنتوا فرحانين ومبسوطين ودايما موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته